بعد أكثر من عام على إعلان حكومة الكاظمي مشروعها لإغلاق مخيمات النزوح ما تزال معاناة النازحين تشتد نتيجة خوفهم من العودة التي قد تؤدي إلى تشريدهم من جديد وعدم وجود ما يكفل حقهم بالسكن والاستقرار في ظل الأزمات الاقتصادية والصحية التي يعيشها العراق وكدليل صارخ على دعائية القرار الحكومي وافتقاره للأرضية المناسبة أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق أن هناك نزوحا عكسيا من العائدين إلى المخيمات عازية ذلك إلى التحديات الناجمة عن انعدام الخدمات العامة كالكهرباء إلى جانب المشاكل الأمنية والعشائرية فشل آخر يضاف إلى الفشل في باقي الملفات فالخطة التي اعتمدتها وزارة الهجرة والمهجرين قضت بإغلاق كامل المخيمات خلال عام 2021 ثم تدريجيا المخيمات المنتشرة في كردستان العراق لكن الأوضاع ما تزال على حالها إن لم تزدد سوءا في العديد من المناطق التي عاد لها سكانها ليجدوها تفتقل لأبسط متطلبات العيش ناهيك عن سيطرة الميليشيات على مناطق بأكملها ومنع أهلها من العودة ويؤكد العديد من النازحين أنهم مضطرون للعودة إلى المخيمات لأنهم يجدون على الأقل سقف يؤويهم بدلا من تركهم في العراء أو على أنقاض منازلهم المدمرة خطوة للحكومة بإعادة آلاف النازحين إلى مناطقهم من دون وضع خطط شاملة لإعادة الإعمار قوبلت بالرفض من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان الدولية والمحلية التي اعتبرت أن الإعادة القصرية للنازحين دون توفير الظروف الملائمة لهم عرضت حياة الآلاف للخطر معوقات عديدة باتت تشكل حاجزا أمام حل ملف النازحين ومستقبل مجهول سهمت الحكومة بصناعته ضمن محاولتها لتقديم نصر زائف من خلال أكبر ملف إنساني عاشوا العراق خلال السنوات الماضية ولا يزال يعاني تبعاته الكارثية وفقا لوصف المرصد العراقي لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر